السلام عليكم مرحبا بكم على قناة بابد الحي أبدو أن المدرب الوطني وليد الركراكي سيجبر على استدعاء نجم أولمبيك مارسيليا أمين حاريث مرة أخرى إلى تشكيلة المنتخب المغربي بعد أن تم استبعاده من القائمة النهائية منذ بطولة أمم أفريقيا في ساحل العاج وقد أوضح وليد الركراكي في عدة مناسبات أن استبعاد حاريث كان نتيجة تفضيله لبراهيم دياز نظرا لتشابههما في المركز والخصائص ويتساءل الكثيرون الآن عن الأسماء التي ستحل حل غياب براهيم دياز وحكيم زياش في توقف الدوري القادم المقرر في أكتوبر حيث سيغيب الثنائي بسبب الإصابة أمام منتخب إفريقيا الوسطى خلال ندوة صحفية في بداية شهر أكتوبر القادم ومن المتوقع أن تشهد القائمة عددا من الغيابات نتيجة الإصابات التي تعرضها بعض لاعبي المنتخب في نهاية الأسبوع الماضي حيث يتصدر القائمة المتعثرين إبراهيم دياز نجم فريق ريال مدريد الإسباني بالإضافة إلى ذلك من المقرر أن يبدأ لاعب المنتخب الوطني في المعسكر التحضيري ابتداء من 7 أكتوبر القادم للاستعداد للمواجهة المزدوجة مع منتخب إفريقيا الوسطى وسيواجه المنتخب المغربي منتخب إفريقيا الوسطى في المركب الشرفي بمدينة وجدة خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر القادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة